موسيقى صباح الخير للكل يوم جديد من عالم الصباح يوم الأحد 27 27 شو 17 17 قاب 2014 بالبداية أكيد بدي أقول مبروك لكل طلاب الشهادات البكالوريا يلي قدموا ونشحوا السنة بعد أرار وزير التربية ليس بوصعب بيعطى إفادات شهادات نجاح لكل الطلاب بغض النظر إذا نحن مع أو ضد هذا الأرار بالنهاية طبعا كان لازم يكون في حال أخير كرمال الطلاب يلي بدون يعرفوا وين بدون يتسجلوا بأي جامعات إذا بدون يسفروا ولا بدون يبقوا بلبنان ولكن طبعا كمان بدهن كل اللبنانيين بيرحي اللي قدروا كمان يصمدوا مع كل الفرقاع اللي صار بلبنان اللي عم يستطيع طبعا مثلما هلأ بعدهم اللي هلأ مستمرين اللي دي الفرقاع والاحتفالات والسليبريشن إذا بدكن بقصة النجاح يعني إذا كان السنة الماضية بركة 80% كانوا ربحانين أو نشحين شهادات كنا عم ننهار بيدينينا كيف إذا كانوا 100% كل الطلاب نشحوا هيدا السنة بدأ لكم بس هيك شغلة كتير سريعة بتذكر إنه من سنة وقت أتخرجت أنا بالمدرسة من سنة مش كتير زمان بالبكالوريا كانت مام مع أصحابنا يعني أهالي أصحابنا يروحوا معنا على البكالوريا ويوقفوا يعني المبنى على المدرسة محال ما نحنا بدنا نقدم الشهادات يوقفوا يمكن تحت الصف يلي أنا عم بكتب فيه أنا واختي كنا عم نقدم صف تحت الصف تقعد تصلي ما خلت شي ما قريته كل القيت نزلت سقطت وصارت تصلي عساس إنه نحنا إنه نمجحوا يا رب وقالله يفتح لهم راسوا وعقولون ومنرجع على البيت شو غاتبتوا شو عملتوا مندلع منصلي مدري قديل حتى يكونوا صلحوا ولا نعرف النتائج هلأ أنتوا إجدتكم هيك ع طبق من فضة روحوا مبسطوا ألف مبروك يعني ما علي كمان صلواتكم بركة الأممات استجابت بغير طريقة على أممتنا من زمان عن كل حال عن جديد بدي هنى الكل وإن شاء الله يا رب يعني الأيامكم تكون الجاية شوي أقل تعقيد وتنجحوا وبالحقي ترفعوا لنا راسنا عاكلها كمان بدي أقول مبروك لقلنا رجعي دي الشيف شادي وليس من ظلغيط بجور صباح الخير لجميع صباح الخير لكل المشاهدين بشتق لكم كتير وأنا كنت أفكر أن الفرقع كله كرميل تلا كرميل طلاب هلأ أنت حبيبي فرقعنا من زمان كتير فرقعنا قلوبنا كتير من زمان لأ لدي فرقع وحدة ديك واحد هلأ أنت حتفرقع النهار كله أنا بأعرف هلأ أخليكم يا رب بخصوص النوك الجديد حبيت نحن حبيت كتير حبيت كتير إيطاليانو فالمبكانو بالاكاليسانا نو ولا كل مي صح صح على أكيد أنا كتير مشتاليك أوكي واليوم اسم الله عليك عندي وصفي اليوم اللي بقتلك كتير فرح نحكي عنا أكيد بعدين ألا وهي بل فو فا مام يهم يحكي محكي معي فال فو نا نا ما كان سولو نا نا ما كفهو لا بكفهنا أوكي نرجع لك أكيد بعد شوي شاف خلا نعمل جولة سريعة لنشوف شو تضمن حلقة اليوم بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع لابراج مع كارمن مواهب عز فوغنا بالطرقات منشوفها مع جون بيع يوتيوب ألبوم إليسا حالة حب منسمعه كمان مع جون بيع غير موجة وبخصوص الجمال مع جين لعلاج المسائل للحصول على بطن أملس ومشدود رياضة ونشاط معهبة بواحة نين ثلاثة ديوفنا بيعرفون على سي اس آر بروغرام 2014 موهبة الرأس الشرقي مع جون بجيل توب ورشة ملح مع شف شادي على راة مع الجبنة بدنا نكفي معكم أكيد مع فقرة الأبراج مع كارمن نشوف حزوزنا على اليوم صبحكم بالخير اليوم الأحد 17 أب أغسطس اليوم الأمار مرافقنا من برش ترابي برش الثور من مبارح والأجواء بعدها جيدة وحلوة الأبراج الترابية موالي برش الثور العثراء وأيضا الجديد كيف رح بيكون نهارنا منبدأ مع أول برش برش الحمل الأمور عندك بعدها جيدة ماشي بطريقة جيدة وحلوة وحتى معقول تحمل لك خبر سار اليوم هم الأيام المعقول تناقش فيها فاتورة أو يمكن حتى مسألة مالية بجميع الأحوال نهار كتير حلو بالنسبة لألك وبعتبر الموليد الأوفر حظا غير موليد شهر أدار مارس هنه موليد 15-16-17 نيسان أبريل ننتقل لبرش الثور مولود برش الثور لأنه الأمر بعده ببرشك بعد فيه مجال لحتى أنت تبادر أو لحتى تخلص من مسألة راكدة وجامدة هنالك تقدم هنالك انفراج وهنالك مسألة عائلية أو شخصية اليوم معقول تسمع خبر حلو عنها وبعتبر على أكثر حظان واحد واثنين أيار مايو منكمل مع برش الشوزاء هنالك تأخير عند مولود برش الشوزاء هنالك تأخير بسير الأمور هنالك تأخير بفكرة أو حتى بأمنية إذا أنت بتتمنى تصير على الأرجح اليوم ما بتصير من المستحسن أنك تأجل هالأمور لبكرة وبعد بكرة وانتبه على حجزك انتبه إذا أنت مسافر انتبه أيضا إذا عندك موعد لأنه معقول يصير فيه تأخير عجل تسير أو توصل وتلاقي أنه الموعد مش موجود وبعتبر المواليد الأقل حظا نسبيا اليوم هي مواليد شهر حزيران يونيو منكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان الجو اليوم أنا بعتبره كتير حلو بعتبره داعم لألك وبعتبر أنه اليوم عندك شعبية كتيري أكتر من غير النهار وبعتبر أنه فيه تأدير لألك من الأيام الحلوية اللي بتحس حالك أنك مرتاح مطرح ما أنت موجود لذلك رفع عن نفسك وغير جو والأكثر حظا تسعة وعشرة تموز يولو منتقل لبرش الأسد بعدك على موعد أمهم فما تأثر كون جاهز وعطي أفضل ما عندك احتمال أنك تنتقل إلى مرتبة أفضل وأعلى حاول ما تخاف أو ما تنقز أو ما تضطرب إذا أنت أمام مسؤولية كبيرة بالعكس تماما اعتبره امتحان لألك النجاح من نصيبك إذا كنت من موليد تموز يوليو أيضا 1-2-3-4 أب أغسطس منكمل مع برشة العذراء ما تأجل للثلاث أيام اللي جاي الجو اليوم بيسهل عملك وفكرتك ومشروعك وتقريبا الأمور تقريبا كلها ميسرة بعكس الأيام الثلاثة اللي جاي اللي مشاربكي كليا لذلك اليوم ضروري يكون نهار شغل كل الأمور اللي بدكيها بالأيام الثلاثة اللي جاي حاول إنك اليوم تحققها تخلص منها تبكيها كليا وتكون بكرة عم ترتاح بالنسبة للمولود اللي بعتبره أنشط وعنده حظ أكتر من غيره هو مولود واحد لخمسة أيلول سبتمبر ننتقل لبرش الميزين بالنسبة لبرش الميزين ما تعتلهم صحيح مشغول بوراء وبأفكار لكن مش عاطل النهار بالعكس تماما الجهود اللي بتحطها اليوم رح بتلاقي نتيجة بكرة وبعد بكرة لذلك قوي قلبك مولود برش الميزين ما تتراجع على الإطلاق وخاصة إذا كنت من موليد شهر سبتمبر كن جريء وكمل وكرر المحاولة ننتقل لبرش العقرب مثل مبارح قلتلك أنه نهار صعب واليوم بعده صعب اليوم نهار بيحمل مشكل أو بيخبي أو يخفي يمكن ورطة أو أزمة بعد عن المشاكل سفر سني عندك طاقة كتير كبيرة لكن هالطاقة فيها تكون جارفة ومدمرة لذلك حاولناك تسيطر عليها لحتى فعلا أنت تقدر تستفيد منها بطريقة إيجابية كيف منعمل من بعد عن المشاكل من عدل العشرة قبل ما نحكي خاصة مولود ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة نوفمبر شرين التاني يعني من الثلاثة لعشرة نوفمبر شرين التاني أنتوا الأقل حظا نتبهوا من المجازة فيه ننتقل لبرش القوس مولود برش القوس انشغلتك كتيري الأجندا عندك اليوم ما بتسمح لك أنك تاخد المزيد من الأشغال لذلك ما تتبرع وما تتطوع لأنه ما عندك وقت باللي عندك بيكفي كيفي وموفى الأجواء اليوم إذن فيها شغلة كتير فيها ركت فيها عجقة فيها تكون عجقة بالبيت مع الولاد عم تلحقوا ستة البيت من ميلي إلى ميلي بالشغل أو حتى أمور صحية معقول اليوم بيكون طارقة عكل النهار حلو لحتى تتساعد أو تتعاون مع شخص آخر بيبقى المولود اللي بعتبر أنه عنده حظوظ أفضل من غيره هي موليد واحد لخمسة كانون الأول ديسمبر بنكمل مع برش الشدي بالنسبة لبرش الشدي النهار بيعطي أمل بمصالحة أو حتى بلقاء عاطفي أو حتى بلقاء اجتماعي ناجح بيعتبر هيدا نهار كتير مميز لمولود برش الشدي لحتى يساعد حاله ولحتى يوصل إلى تسوية بأوراق ومعاملات كانت عالقة بيبقى المولود الأنشط هو مولود كانون التاني يناير منكمل مع برش الدلو مولود برش الدلو نهار صعب وملبك ومشربك عاطفيا صحيا أو شخصيا على جوء متعبي من الأيام يلي ما لازم تسمح لحالك إنك توجه كلمة أو ملاحظة لحدا اليوم نهار تقيل ومعقولة يخفي أيضا ورطة أو أزمة خاصة إذا كانت عائلية أو شخصية وبعتبر المولود الأقل حظا هو 11 إلى 17 شباط فبراير آخر الأبراج برش الحوت مولود برش الحوت نهارك اليوم في حكي كتير وكأنه عندك أفكار كتير وكأنه اليوم طالع بيلك إنك تحكي ما بتعود تسكت المهمة تطلع برات الموضوع حاول مولود برش الحوت إنك تكون عارف تكون محضر تكون عارف حالك شو بدك ووين رايح نهار شي حركي كتيري نهار فعال جدا إذا أنت مسيطر على الوضع وبعتبر المولود الأنشط والأفضل حظا هو 7-8 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بنسبة لمولود اليوم هادي سنة كتير مميزة سنة كتير مهمة هادي سنة تعمل فرق بتميزك عن الآخرين هادي سنة بترفع من شأنك الـ 12 سنة بتصير عندك الحظوظ بهذا الشكل وبهذا القوي أغسطس ديسمبر كانون الأول نيسان أبريل هني أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة شكرا لك كارمن ترحت سؤال على صفحة الفيسبوك الخاصة بيعالم الصباح إذا بتحنوا للتكنولوجيا الأديمة يعني بعرف أنه كتار منكم كانوا على أيام النينتندو الكمبيوتر الأتاري التلفونات الأديمة اللي تضربوها على الحيط وترجع لعندكم عادة ما بتنكسر ما بصر لاشي بتكبوا بالماء بتطلع كتير طبيعي فتذكروا أكيد هولي الأيام وقديك لنا نتسلى بكل هالتكنولوجيا القديمة وقديك لنا كمانا نستفق كنا بوقتا نلاقيها أنقوف واو وقدي حلوة وقدي إنه شي كتير غريب وقدي عم نتسلى فيها وهلأ صرتنا ملاق إنه قوف من العصر الحجرة بس أنا عن جد كتير بحنن له وكتير حتى بحب الكمبيوتر وشكله القديم وعفكرة بعض عننا بالبيت منه ببيتي معي مام بعض فيه موجود بمبسط فيه بقول إنه حرام ما بحب كبه بس ما بنستعمله ومنظر يعني عاكل حال خلينا نشوف أراءكم وشاركوني وإذا بتتذكروا إشي هيك من أيام زمان كتير استعملتوها وبتحبوها كمانا شاركوني رأيكم أما هلأ خلينا نكون مع جوج ونشوف حركات اليوم وأي عضلات فينا نحرك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة